كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الثانية من برنامج من عجائب القرآن اللغوية يسرنا ويسعدنا أن نستضيف في حلقاتنا ضيف حلقاتنا الدائم سعادة الأستاذ الدكتور فؤاد سندي فأهلا ومرحبا بكم دكتور مرحبا بكم دكتور تحدثنا في الحلقة الماضية عن آيات التحدي في القرآن الكريم هذا صحيح وانتهينا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى المشركين والمعاندين بأن يأتوا بسورة من مثله وقبلها تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله والآية البديعة في سورة الإسراء قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن ورود كريمة دون مثيلاتها في القرآن الكريم ما شاء الله تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا ونبينا محمد النبي المشتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه تدى إخوة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سيدي كما قلتم كانت العجيبة الأولى في آيات التحدي والموطن الإعجاز والعجب فيها ورود هذه الآيات في سور معينة وبأرقام خاصة تثبت الإعجاب والإعجاز في هذا القرآن كما أشرت وطلبت أن تكون الكلمة اليوم حول ورود كلمة دون مثيلتها في القرآن الكريم ما معنى هذا العنوان أي أن القارئ المتأني المتدبر للقرآن كل ما يتلو آيات من هذا الكتاب العزيز سيجد أمامه بعض الآيات تتكرر ألفاظها وجملها فإذا أمعن النظر بين آيتين متماثلتين سيجد أن في آية توجد كلمة لا توجد في الكلمة في الآية الأخرى يعني بعض الآيات توجد بالسياق كامل بجملة كاملة وبعضها قد يجتزأ أو تقتطع منه كلمة لحكمة لحكمة بالغة وذلك لماذا؟ لأن القرآن كما قلنا بأنه كلام الله تعالى فهو منزه عن الخطأ وعن الخطل وعن الزلل وعن الزيادة وعن الزيادة وعن النقصان لأنه فيه إشكال دكتور يعني جرنا الحديث إلى هذا البعض يقول أنه في بعض الألفاظ في القرآن زائدة حتى كلمة زائدة عندهم أي زائدة في الإعراب زائدة يعني لا تؤثر في الإعراب وإنما الإعراب هذا لفظا لكن تبقى الكلمة على إعرابها الأصلي يعني أليس الله بكاف عبده مثلا يقولون النحويون أن هذه البعض حرف جرزائد أو حرف إضافي يعني حرف إضافية أي تضيف إلى المعنى تأكيدا وما ربك بظلام للعبيد وهكذا أن ما بعد البعض مجرور لفظا لكن منصوب محلا مثلا سواء خبر ما أو خبر ليس طيب وجود البعض هذه الزائدة عند النحويين لها أثر في المعنى أي تؤكد النفي جميع تؤكد النفي وإن شاء الله يقول لنا أيضا وقفة متأنية في جميع هذه الأحرف التي عند بعض الإخوة يقولون أنها زائدة ولكن هي لها حكمة أعود لهذا العنوان الكلمة توجد في آية ولا توجد في الآية التي تماثلها لفظا وإذا كان الكلام كما قال ابن مالك ثلاث أنواع كلام كلامنا لفظ مفيد كاستقم فعل واسم ثم حرف اسم وفعل ثم حرف الكلم يعني الكلام عند النحويين ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لما على حرف وإن كان أهل الأندلس يريدون هكذا أن يخرجوا عن أهل المسرق قليلا أحيانا فيجي يضيف نوع رابع نوع خامس إلى آخرين لكن هي على كل حال تدخل تحت هذه الأسماء الثلاثة يعني مثلا يقولوا اسم الفعل نوع مستقل إذن الشرطية الجزائية نوع مستقل لكن هذه كلها يعني تكون في أفعال لأنها بتأدي إجمالا اسم ونحرف لهذا إذا سمحت أن أختار من كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة كلمة كمثال كلمة قرآنية كلمة وردت في آية ولم ترد في الآية الأخرى فأقول أولا ورود اسم في آية وأختار لك كلمة معلوم صحيح معلوم الصفة ولكن الصفات أسماء أسماء نعم إذا تذكر بأن في سورة المعارج وردت آية وفيها كلمة معلوم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا في المعارج في سورة الزاريات نفس الآية وردت بدون كلمة معلوم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إذن في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في سورة الزاريات وفي أموالهم حق للسائل بدون معلوم طيب نفكر نفكر قليلا لماذا يا ربي هذه كلمة معلوم وهذه معلوم يعني حقنا معلوم هنا حق غير معلوم قال يسعفنا في هذا التفكير الجاد وهذا التزوق لأسلوب القرآن أن نقرأ الآيات قبل هذه الآية وبعدها يعني ما يسمى بسياق القرآن أو بسياق السورة ستجد أن سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوع إذا مصر الشر الجزوع إذا مصر الخير منوع إلا المصلين الذين هم على صلاةهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين يا سلام إذن الآية في المعارج تتكلم أيها الأحبة عن الإسلام والمسلمين عن الإسلام والمسلمين وتكتفي في الاستثناء هذا إلا إلا المصلين المصلين إذن هم يصلون يؤدون أركان الإسلام صلاة وزكاة فين الزكاة نأخذها من حق من كلمة حق جميل في أموالهم حق معلوم الحق المعلوم في الصدقات هو في الزكاة المفروضة من الله سبحانه وتعالى على الأغنياء المسلمين فهذه الآية تعني بالواجب الإسلامي إذن بالواجب الشرعي في الزكاة حق معلوم معلوم المقدار معلوم الزمان معلوم النصاب إذن الآية استثنت المصلين يعني استثنت من الإنسان الخلوع الآخر إلا المصلين الذين هم على صلاةهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مش في القول هذا أركان إسلام يؤمنون بيوم القيامة وأن الله سبحانه وتعالى وطبيعي لا صلاة غير صلاة كلها يعني تدخل في الشهادة إذن هذه في مرتبة الإلزام الإلزام من الله سبحانه وتعالى للأغنية جميل حق معلوم 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 المقدار معلوم النصاب معلوم الزمان أما الآية الثانية إذا قرأتها إذا قرأت ما قبله وما بعده إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغرون وفي أموالهم حق للسائل للسائل والمحروم لاحظت أخي لاحظت إذن هنا هنا محسنون وليس مسلمين فقط مرتبة أعلى مرتبة أعلى من الإسلام كأنهم ارتفعوا من الإسلام إلى مرتبة الإيمان ثم إلى مرتبة الإحسان ولذلك فهم لا يكتفون بصلاة المكتوبة فقط بل قيام ليل قيام ليل قليلا من الليل ما يهجعون الناس نائمون وهم مستيقظون وبالأسحار وهم يستغفرون الناس يغطون في مشاغلهم وفي أموالهم ليس حقا معلوما فقط إلا هو الزكاة المفروضة سواء في المال الصامت أو المال الناطق بل في أموالهم حق مطلق للسائل الذي يتكفف الناس من سؤاله وللمحروم الذي يعف ويتعفف عن السؤال ما هو هذا الحق المطلق تدخل فيه الزكاة نعم تدخل فيه الزكاة والصدقات وإقراء الضيف والغرامات للناس وصلة الرحم وكل ما يدخل تحت كلمة فعل الخير الإحسان الإحسان إذن آية المعارج واجب إلزام واجب حقه معلوم المقدار تخلم عن الزكاة المفروضة عن الزكاة المفروضة في سورة الذاريات حقه للسائل حقه مطلق يدخل فيه الزكاة وصدقات وأفعال خير لأنه أتت آية قبل إنهم كانوا قول ذلك محسنين محسنين إذن هنا إحسان هناك إسلام فقط جميل الله يجعلنا من المحسنين إن شاء الله آمين إن شاء الله الكلمة الثانية كلمة استوى إذا تذكر في سورة القصص يتكلم الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى عليه السلام وهو كلم الله فلما بلغ أشده آتيناه واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين هذا مين سيدنا موسى سيدنا موسى إذا تذكر وأنت صاحب ذلك القرآن ما شاء الله في سورة يوسف يحكي أو يتكلم ويتحدث عن يوسف عليه السلام الذي ملك شطر الجمال فلما بلغ أشده آتيناه آتيناه حكما ما في كلمة واستوى يا ربي وما في غلط في القرآن وما في أحد نسي الكلمة ليش هنا في واستوى ليش هنا ما فعل لماذا يقول أهل الإعجاز على رأسهم صاحب أسرار التكرار في القرآن هذا مؤلف خديم اسمه الشيخ الكرماني يقول لعل شوف لاحظ كيف أسلوبهم لعل العلم عند الله أن آية القصص تتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام والثانية تتكلم عن سيدنا يوسف عليه السلام فإذا تذكرنا سيرة هذين النبيين الكريمين سنجد أن يوسف عليه السلام قد أوحى الله إليه وهو صغير قبل أن يبلغ الأشد عندما هم إخوته أن يلقوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون إذن هيئه الله وحي 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 من الله والوحي أنواع فإذن هيئه الله نفسا وبدنا وعقلا وقلبا لأن يتلقى وحيا من الله سبحانه وتعالى يا يوسف لتنبئن إخوتك بهذا الذي سيفعلون معك وهم لا يشعرون فعندما بلغ أشده وقد وصل مصر لم يحتج إلى حيئة أخرى نفسية ولا عقلية ولا بدنية لأنه قد أوحي إليه وهو صغير وهو عمره 17 عاما ويقولون بلوغ الأشد في الغارب 40 أما موسى عليه السلام فلم يوحي إليه هو صغير لم يوحي إليه إلا كبقية الأنبياء عندما بلغ الأشد فأتت معه واستوى أنا سبت معي حبيب معي نعم عجيب جدا هذه الكلمة الأولى اسم معلوم والثانية فعل استوى تجد تقول لي طيب هل يزاد حرف في آية ولا يوجد في مثلها أو مثيلتها نعم حروف كثيرة قبل أن ندخل في الحروف فقط يعني ليكون المشاهدون معنا إذن في سورة يوسف عندما تحدث الله سبحانه وتعالى عن قصة سيدنا يوسف قال الله وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا حُكْمَهُ بدون كلمة واستوى بدون كلمة في سورة القصص عن سيدنا موسى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى آتِيْنَا حُكْمَهُ وَقُلْنَا أَنَّا لَفْضُ وَاَسْتَوَى لم تأتي في سورة سيدنا يوسف لأن الله قد أوحى إليه قبلها فهو صغير فهو صغير قبل أن يبلغ الأشياء وَوَحَيْنَا إليه لا تنبّئ أنهم بأني ماذا وهم لا يشعرون زكي حافظ فضل زكي الله سيارك حزي وجود حرف من الأحرف أختر لك حرفاً لا إذا تذكر في سورة الواقعة يتكلم الله سبحانه وتعالى فيقول ولو شئنا لجعلناه حطاما لو نشاء أو لا نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما في نفس السورة في آية أخرى يقول ولو نشاء جعلناه أجاجة عن الماء أيوة طيب يا ربي أنت قلت مع الأولى الأولى قلت لجعلناه وهنا بدون لام قلت جعلناه قال إذا العيد ما قبل هذه الآية تجد في كل منه تتجد أن الأولى الأولى تتحدث عن بذر الإنسان لبذور زرعه في الأرض ثم يسقيها ثم يتكلف معها وينتظر المدة الطويلة إلى أن تكبر إلى أن تعطي الحب وتعطي ثمرة أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أحسن الزارعون أنتم شأتم شجرتها أم نحن المنشؤون لو نشاء لجعلناه حطاما إذن الله سبحانه وتعالى قال لجعلناه حطاما مو يعني مجرد أن تضع يا أيها الإنسان من البذرة في الأرض أو تنبت غصنا صغيرا أو جذعا صغيرا لا شجرة حتى تصبح شجرة لذلك ثمرة فالله سبحانه وتعالى قادر هذا تهديد من الله لمن يريد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى فالله قادر أن يذهب بقوتك وقدرتك أيها الإنسان وبتعبك مع هذه الشجرة فيجعلها حطاما طيب ما الذي جعل الأسلوب القرآني أن يزيد كلمة الحرف اللام هنا مع اللجعلناه قال أهل اللغة دخول اللام على جواب لم على جواب لو الشرطية على جواب لو الشرطية لو نشاء لجعلناه يدل على تأخر وقوع هذا الجواب إلا هو جعلناه حطاما وفي نفس الوقت يدل أيضا على ما في هذا الجواب أو على هذا الشرط الأول على البذر نفسه وزر ما ما بذله الإنسان من من تعب وجهد في الغرس وفي الزرع وفي السقي وفي الرعي طول المدة يعني طول المدة مع طول الجهد مع عظم الجهد طيب وفي الماء في الماء فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم ما زلتموه من المزن أمنحنا المنزلون لو نشاء جعلناه جعلناه مباشرة يعني مجرد أن ينزل من السماء من السحاب المزن والسحب وهو عذب فرات سائغ شرابه تستطيع أن تشرب الله سبحانه وتعالى قادر أيها الناس على أن يجعل هذا الماء العذب يجعله أجاجا ملحا لا يشرب ولا يسقى به زرعا فلذلك لم يدخل اللام على جعلناه على الفور يعني فورا إذن أدم دخول اللام على جواب لو الشرطية يدل على وقوع هذا الجواب فورا جميل جميل وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد جميل إذا أحببت أن أضيف تفضل يعني الوقت كله لكم يعني كلمة أيضا وردت في في آية ولم ترد في آية أخرى إذا تذكر في سورة الشعراء مع فرعون والسحرة قال لهم نعم وإنكم إذن لمن المقربين في آية الأعراف نفس الآية قال نعم وإنكم لمن المقربين حتى يكون مشاهدون في الصورة في سورة الشعراء قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين في سورة الأعراف قال نعم وإنكم لمن المقربين لماذا هنا إذن أولا هذه إذن يعني هي شرطية جزائية على كل حال البعض جوابية يعني يعتبرون فيه شرط مقدر فلذلك هي من الأسماء تعتبر جميل لماذا يا ربي في آية الشعراء ذكرت كلمة إذن قال إذا علمتم أن سحرة فرعون لم يكون مجموعة واحدة تعيدون إذا علمت أيها القاري للقرآن الكريم والقرآن قد كرر كثيرا قصة سيدنا موسى عليه السلام وعدد أيضا موقف فرعون مع السحرة في أكثر من موضع وفي أكثر من سورة من خوفه وخوف قومه وملئه من عصى فرعون من عصى موسى عليه السلام طلبوا من فرعون أن يرجع موسى وأخاه ويبعث في المدائن حاشرين يعطوك بكل سحارين وبكل ساحرين عليهم طبعا هذا شيء آخر كمان بعدين إن شاء الله لكن هنا سنعود له إن شاء الله كل ما عليهم إن شاء الله إذا ربي ألاك القرآن لا ينتهي عجائبه لا تنقضي إذن كان السحرة من أماكن مختلفة جميل وكان السحرة مجموعات كثيرة جميل وكان من يصل إلى قصر فرعون الفئات الأولى ليس الرؤساء مجموعات سياتت لطلب المعيشة عزيز فرعون مصر يريد منكم أن تاتوا لتبارزوا موسى عليه السلام تمام فأتوا الأوائل دولة مجموعة الأولى أتت وهي خائفة وأتت بعد بطء شديد ولما جاء السحرة شوف إلى فرعون لما جاء لما تدر على الاسترخاء طول طبيعي جاءوا لأول مرة يروا القصر ولأول مرة يروا الرهبة أنا ربكم ولعلى يقول لهم فملئت قلوبهم رهبة من فرعون وخوف من فرعون وقصر فرعون وقوم فرعون والناس اللي بيحاول فرعون هؤلاء المجموعة الأولى المجموعة الأولى فماذا قالوا قالوا أيها أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نعن الغالب شوف لاحظ أئن بينما الرؤساء عندما سياتون في الآية الأخرى في الآية العراف إن لنا وجاء السحرة فرعون مو لما جاء عجيب إذن مباشرة دخلوا على فرعون لأنهم يعرفون فرعون بلوا بفراستهم عرفوا الفزع وعرفوا الخوف من فرعون لأن الأيام باقي الباقي على الموعد قليلة بسيطة وقليلة فرضوا رأيهم عليهم فرضوا رأيهم عليهم ما قالوا أئن لنا كاستجداء إن لنا شحتة إن لنا هم الذين اشترطوا نعود المجموعة الأولى نكمل معهم أنا ماشي معاك حابة حابة تفرق بين الإسلوبين طيب إذن المجموعة الأولى أتت وهي خائفة وهي مرهوبة طيب فسألت فرعون أجرا ولاحظ كلمة أجرا نكرة والنكرة تدل على القليل وعلى الكثير فلذلك لا مانع ولو قليلا يا فرعون لكن مو إن لنا أه إن لنا أه ما يعطينا قال نعم لكن وإنكم وإنكم إذن إذن هو الذي اشترط قابل الاستجداء باستعلاء إذن يعني إذا غلبتم موسى فأنتم مقربون إلي ولكم أجر تلك الساعة تلك الساعة أما أولاء الرؤساء الذين أتوا ودخلوا مباشرة على فرعون وجاء مو لما جاء وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا أوه يا فرعون أنت خائف منه لا أجرا إن لنا وإن لنا بدون استفام هم يشترطون عليه فخزاه الله أمامه وأضعفه فجاء فكان على تحت سيطرتهم قالوا نعم 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 وإذا حبيت كريرة أربعة مرات خمسة مرات كريرة نعم 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 وإنكم لمن المقربين حسنا فلذلك لم تأتي إذن هنا لأنها لم تكن شرطا منه من فرعون بل الشرط جاء من عند السحرة رؤساء السحرة جميل وإذا كانت كلمة إن لنا لأجرا برضو هنا الأجر يعني نكرة فتدل على الأجر العظيم وليس أي أجر وليس أجر فهكذا القرآن عجيب في أسلوبه في جمله في كلماته في حروفه الله يفتع عليكم علينا في القرآن انتهت حلقتنا لهذه الليلة سعادة الأستاذ دكتور فؤاد سندي ولم تنتهي محاورة صدقا لكن بإذن الله عزائنا سنكمل بإذن الله معكم في حلقة قادمة أعزائنا المشاهدين كانت حلقتنا لهذه الليلة عن ورود كلمة دون مثيلاتها في مواضع متعددة في القرآن الكريم نكمل وإياكم مع عجائب القرآن اللغوية في حلقة قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن